وسط النيران عرفت ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية العالقة طريقها إلى الخارج فهدأت روح الملايين حول العالم من شبح المجاعة لكن اتفاق البحر الأسود أحد أهم الثمار الدبلوماسية منذ الدلاع المواجهة الأوكرانية الروسية على وشك الانتهاء وتجديده ليس محسوماً على خط المخاوف من هذا السيناريو نشد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس أطراف الأزمة تمديد الآلية التي وقعت في يوليو الماضي في اسطنبول وسمحت لأوكرانيا باستئناف إمداداتها الحيوية كما دعا جوتيريس إلى الإزالة الصريحة لأي عوائق متبقية أمام صادرات الحبوب والأسمد الروسية قبل التاسع عشر من نوفمبر المقبل لم ترسل موسكو أي إشارات إيجابية في هذا الاتجاه بل رفعت من اتهاماتها للغرب بأنه لم يفي بالتزاماته بمجاب الاتفاق بشأن اتخاذ خطوات كافية لتخفيف العقوبات على قطاعات الأوجيستيات والمدفوعات والتأمين الروسية لتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة كما تشدد الخارجية الروسية على أن 3% فقط من صادرات الحبوب الأوكرانية تمنح للدول الأشد فقرا مثل الصومان وإثيوبيا والسودان وأفغانستان بينما نصف الشحنات تذهب وفقها إلى الدول الغربية على خط هذا الاتهام تؤكد واشنطن بأن الثلثي صادرات الحبوب التي كانت مكدسة في صوامع أوكرانيا ذهبت إلى دول في أمس الحاجة إليها كما حذرت الخارجية الأمريكية موسكو من مواجهة ما وصفته بغضب عالمي شديد في حال تراجعت عن الاتفاقية التاريخية الشكوك تحيط بتمديد الآلية من كل اتجاه وعلى وقعها ارتفعت مجددا أسعار بعض المنتجات في الأسواق العالمية والمتضررون بالملائكين